أكد الرئيس السيسي أن جوهر حرب أكتوبر المجيدة هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر ويشدد رئيس السيسي على أن تغيير الواقع لا يتحقق بالكلمات والشعرات وإنما برؤية المتكاملة بعيدة المدى والتقطيط العلمي وتوفير أليات وعوامل النجاح ثم العمل الدؤوب إن جوهر حرب أكتوبر المجيدة هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر ومن الظلام إلى النور ومن الانكسار والمرارة والألم إلى الكبرياء والعزة والفخر ويقين الراسخ بأن تغيير الواقع لم يكن ولن يكون بالكلمات والشعارات والأماني وإنما بالرؤية المتكاملة بعيدة المدى والتخطيط العلمي وتوفير أليات وعوامل النجاح ثم العمل الدوب بعزيمة وإرادة صلة بعزيمة وإرادة صلة من أجل تحويل الرؤية والأمل إلى واقع جديد يسود ويدغى على عثرات الماضي ولعلكم تتفقون معي إن تلك هي ذات المعاني والقيم التي نعيشها اليوم في معركة البناء والتنبية التي نخوضها منذ سنوات بهدف تغيير واقعنا بشكل حقيقي ومستدام والعبور إلى الجمهورية الجديدة بإذن الله الجمهورية التي نتطلع إليها والتي تلبّي طموحات طال انتظارها جيلاً بعد جيل في مستقبل أفضل لهذا الوطن يكون بقدر عراقة وحضارته وعزم التاريخه ترجمة نانسي قنقر